اشتركوا في القناة في السعادة الذي قررته الأمم المتحدة ربما قبل نحو عشرة عوام أقرت أن اليوم العشرين من شهر آذار من كل عام تحتفل الدول فيه في اليوم العالمي للسعادة ومناسبة هذا اليوم تخرج قائمة من الأمم المتحدة تبين الدول الأكثر سعادة في العالم ومنذ يمكن ربما خمسة عوام أو أكثر تحت الفنلندا هذه الدولة الأوروبية الرقم واحد في العالم بين شعوب كل العالم لأكثر سعادة يعني ليس لأنها طبعا بلد بلد يعني 73% من ساحاتها من قابات بلد آلاف البحيرات يعني بما سبعة آلاف بحيرة فيها أو لأن الشمس تشرق في منتصف الليل ترى الشمس في منتصف الليل في فنلندا أو لأن جوازها هو رقم واحد عالميا ربما يعني إذا لم يكن رقم واحد فهو الثاني أو الثالث عالميا جوازها الشعب الفنلندي يدخل كل دول العالم ربما أغلب دول العالم بدون فيزا والمواطن الفنلندي مقدر في كل العالم وله احترامه في المطارات وفي نقاط الحدود أو لأن البلد فنلندا 98% من المخلفات يتم عادة تدويرها في هذا البلد لكن لأنها الحقيقة تحقق ستة معايير مهمة وضعتها الأمم المتحدة وهذه المعايير طبعا يفتقد لها العراق تباما وهذا حديثنا العراق من بين الدول الثلاثين الأكثر بؤسا في العالم والأكثر شقان والأكثر نكدا في العالم مع الأسف الشديد مع أنه شعبة من الشعوب التي تحب الحياة تحب السعادة وتسعى إلى السعادة والحياة المستقرة المطمئنة لكن نظام الحكم فيها هذه الطبقة التي تحكم العراق منذ 18 سنة قد حولت العراق إلى منطقة البؤس والظلام والقهر والموت لأنها حولت العراق إلى مقبرة كبيرة نعود إلى المعايير الستة التي وضعتها الأمم المتحدة التي تحققها في لندة ولا يحققها العراق غير موجودة العراق في قعر قائمة الدول هذه القائمة التي تضاحها الأمم المتحدة للسعادة فالمعايير التي وضعتها أن النصيب الفرد في الناتج المحلي يكون مرتفعا في فنلندا مثلا التي تحققت المرتبة الأولى النصيب الفرد من الناتج المحلي 50 ألف دولار سنويا في العراق كم نصيب الفرد من الناتج الوطني كم نصيب ربما أقل من 700 دولار و 800 دولار والعراق بلد الثروات وبلد الخير وبلد النفط وبلد الثروات الهائلة الطبيعية الدعم الاجتماعي فان المعايير هو الدعم الاجتماعي تغطي المواطن شبكة من الضمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص في كل حياتهم وخاصة في أوقات الشدة الاقتصادية في أوقات الانهيارات الاقتصادية العالمية في أوقات الكورونا هذه الشبكة هذه الاجتماعية التي وضعتها الدولة وضعتها النظام تساعد المواطنين على النهوض والقيام بواجباتهم الحياتية من دون قلق على المستقبل والغد مثل ما يحصل عندنا في العراق الكسبة وغير الكسبة أنت لا تستطيع أن تضع نظاما للتباعد الاجتماعي نظام يمنع الحركة بسبب الكورونا لأن الكسبة يحتاجون إلى الخروج إلى العمل وطعام عوائلهم لأنه لا أحد يعطيهم دينارا واحدا متوسط العمر المتوقع للفرد في فلندا 81-10 متوسط العمر في العراق انخفض بسبب القتل والميليشيات والذبح والأذى والسوء والقهر والأمراض إلى أقل من 60 سنة 59-58 سنة متوسط العمر لاحظ الفرق 30-62 فرق 50-58 سنة متوسط العمر بسبب الإهتمام بسبب الحياة المريحة المضمونة بدأوا يتبرعون كرة ماء أصبحوا معا نص في السكان يتبرعون الأعمال الخيرية يعني عشر ملايين من العراقين يعيشون تحت قط الفقر ويأكلون من المزابل ولا يجدون من يعيلهم الأرامل واليتامة ومزارة العمل الشؤون الاجتماعي هذه لتضع مبالغ لا تكفي ليومين تعطيهم مبالغ ولأعداد محددة لكن جمعة رفحاء والرفحاء والفساد والدمار والسياسيين يأخذونه بالملايين ويبنونه في الخارج ويعيشون حياة مرفهة لكن الشعب العراقي يعيش فيه ضيم النقطة السادسة غياب الفساد نظام في فلندا نظام شفاف رقابة عالية جدا نحن لدينا الآن منظمة الشفافية العالمية في آخر تقرير لها العراق من بين الخمس بلدان الأكثر فسادا في العالم ما زال منذ 18 سنة لحد الآن العراق بلد الفساد الأول في العالم عندما ترفع في أفغانستان ومعرف منه وكم دولة أفريقية وليمن بلدان منتهية ليست بلدان بالمعنى الصحيح تجد أن العراق الأكثر فسادا في العالم هذه كارثة كبيرة هناك عوامل أخرى أيضا تحدثون عن الحرص والتعليم الأجيال نحن المتسربي لدينا من كل خمسة ثلاثة يتسربون من المدارس القراءة والمكتبات الشعب كل يحث على القراءة المكتبة شيء مهم مثلما كانت عندنا في العراق الشيء المكتبة شيء مهم جدا في بيوتنا الآن راحت هذه القراءة والكتابة لأنه بلد أمي يحاولون أن يجهلونه بناس جهلة بناس يعطون تعليمات ويدفعون الشعب باتجاهات أخرى تأمين صحي ورعاية صحية كاملة نحن يعني مستشفيات لم تبنى مستشفى واحدة خلال 18 سنة وجائحة كورونا تأكل بالناس حرص الدولة على وسائل الاستمتاع والطبيعة توفر لهم المناخات والحدائق ماذا لدينا نحن في العراق ومن يحرص على ذلك حول البلد إلى مجرد عشوائيات ومجرد مقابر ومزابل الحرص على توفيق الغذاء الصحي والكافي للمواطنين نحن لدينا بطاقة غذائية كانت انتهت ورغم كل المليارات رغم أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار عائدات النفط خلال 18 سنة الماضية لكن المواطن من أفقر المواطنين يقف على أغنى قطعة أرض في العالم لكن هو أفقر إنسان في العالم احترام الأفراد لبعضهم والثقة والصدق في التعامل والثقة بالحكومة والثقة بأجهزتها الأمنية الأمن والأمان الموجود ومتفر وهذا لكل غائب هذا كل جزء من ما أعطى لفنلندا هذه الصورة لأنهم أسعد شعوب الأرض وأعطانا صورة أتعس شعوب الأرض هذا ما جناه علينا هذا النظام الذي يحكم العراق منذ فنطاع السنة لحد الآن وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير ولكن يكون في علاقة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة